أعلنت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات الشارقة 2018 من خلال مؤتمر صحفي عقدته في القصباء للكشف عن آخر التطورات المتعلقة بملف نسختها الرابعة المقبلة أعلنت عن تفاصيل تتعلق بجداول المباريات تحت رعاية حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة مشاركة واسعة ستشدها النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات على صعيد الألعاب التي تطرحها بما يمثل الاهتمام الكبير الذي تليه إمارة الشارقة ممثلة في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة للدورة الحالية المؤتمر الصحفي عرض آخر ما أنجز على صعيد التحضيرات للمنافسات الرياضية والتعريف بجميع المباريات التي ستقام مجرياتها في عشر منشآت تابعة للحدث دورة الرابعة ستكون دورة مختلفة بعدد المشاركات عدد الدول المشاركة ستكون سبعة عشر دولة مشاركة تسعة وستين نادي تسع العاب رياضة الكاراتي هي رياضة جديدة لهذه الدورة جديدنا ستكون في ورشة تحكيم خاصة بالتحكيم الرياضي وعلى مستوى دولي سيكون بتنظيم اتحاد اللجان الأولمبية الدولية كذلك يمكن ما يميز هذه الدورة وجود ثلاث كؤوس خاصة فيها كأس التميز كأس التفوق وأيضا كأس اللعب النظيف سعادة محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة لإعلام أكد أن المؤسسة أخذت على عاتقها مسؤولية مواكبة جميع الأحداث والفعاليات التي تقام على أرض الشارقة لتكون نافذة لجميع المشاهدين على امتداد وجودهم يسعدني أن أقف اليوم بينكم ونحن نشرع الباب على فعاليات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات فما يجمعنا ليس تظاهر رياضية كبيرة بقدر ما هو المضي قدما في المسيرة التي تخطو فيها الشارقة على المستوى الرياضي ودعم الحضور النسوي فيه هذه الدورة وايد تساعدني وتزيد من خبرتي في الرياضة وتساعدني أن أقدر تواصل إلى لاعبات عربيات محترفات راحوا للأولمبياد وتنافس ضد لاعبات أولمبياد فهذا شيء وايد طور من خبرتي وطور من قدرتي في هذه اللعبة وعلى هامش المؤتمر خصصت اللجنة المنظمة فعالية رياضية مصغرة تحاكي عددا من الألعاب التي تستضيفها الدورة يشارك بها لاعبات منتسبات لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في خطوة ترويجية أولى من نوعها تفتح المجال للجمهور لكي يتعرف بشكل مباشر على طبيعة المنافسة التي تخذها اللاعبات في الحدث الذي يعد نقطة انطلاقة للفتاة العربية نحو الارتقاء بمستواها الرياضية كاراتي قدم سلة طائرة ومبارزة ورماية وغيرها من المنافسات أعلنت اللجنة العليا المنظمة لدورة الأندية العربية للسيدات أنها ستكون ضمن الدورة الرابعة لهذا العام لأخبار الدار فايزة طنحاني